الاعتداء على الأطباء مشهد يتكرر في العراق لا سيما في مدن وسط وجنوبي البلاد مشهد يترك آثارا كارثية على وضع القطاع الصحي المتدهور أصلا ومن أبرزها هجرة الأطباء خارج البلاد تتراوح أشكال الاعتداء على الأطباء ما بين السباب والضرب والتهديد بالفصل العشائري وصولا إلى القتل حيث سجلت نقابة الأطباء العراقيين اغتيال 363 طبيبا منذ العام 2003 وحتى العام الجاري وتقف خلف تلك الانتهاكات التي تمارس بحق الأطباء في العراق أسباب عديدة وفقا لنقابة الأطباء ومنها تردي الخدمات الطبية ونقص الأدوية وضعف البنى التحتية وعدم مراعاة الزيادة الحاصلة في عدد السكان من قبل الحكومة لتعجز معها المؤسسات الصحية الموجودة في استيعاب أعداد المرضى ما أدى لاكتظاضها وفي فترة انتشار جائحة كورونا واشتدادها زادت حوادث الاعتداء على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بشكل شبه يومي من قبل ذوي المرضى والمصابين بعد تحميل الأطباء مسؤولية تدهور وضع المريض الصحي رغم أن الأطباء نالوا نصيبا من تداعيات المرض الذي أصاب أكثر من 1300 طبيب وأدى إلى وفاة 36 منهم مفاوضية حقوق الإنسان بدورها حذرت من تداعيات هجرة الأطباء العراقيين وهو ما يعني تفاقم أزمة نقص الكوادر الطبية خاصة وأن 20 ألف طبيب عراقي في الأقل تركوا البلاد منذ عام 2003 وفقا لإحصاءات رسمية بعد أن أجبرتهم الظروف الأمنية والتهديدات وسوء الأوضاع المعيشية على الهجرة حيث يقيمون في دول عربية وغربية في وقت يعاني فيه العراق من نقص في أعداد الأطباء مقابل إهمال السلطات الحكومية التام لهذا الملف الحيوي ترجمة نانسي قنقر